تتمت رواية الأبلاه للكتب الروسي فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي الفصل الثاني والأربعون كان موعد اللقاء بين الساعة الحادية عشر والساعة الثانية عشر ولكن الأمير أخره لأنه كان عنده ظرف طارئ لم يكن في الحسبان فلما وصل إلى البيت كان الجنرال ينتظره وقد لاحظ من النظرة الأولى أن الجنرال كان مستاء ولعله كان مستاء من هذا الانتظار نفسه اعتذر الأمير عن التأخر وأسرع يجلس لكنه كان يشعر بوجل غريب فكأن الزائرة خزف يخشى عليه الأمير أن ينكسر في كل لحظة إنه لم يشعر قبل ذلك في يوم من الأيام بوجل كهذا الوجل إزاء الجنرال بل ولا كان يمكن أن تخطر بباله فكرة كهذه الفكرة ولم يلبث أن لاحظ أن أمامه الآن رجلا يختلف كل الاختلاف عن رجل الأمث فالخجل والذهول قد حلت محلهما الآن لدى الجنرال رصانة خارقة فكأنه قد اتخذ قرارا قاطعا إلى سبيل عن الرجوع عنه ورغم أن هدوء الأعصاب هذا كان ظاهريا أكثر مما كان واقعيا فإن ذلك لا ينفي أن وضع الجنرال كان فيه نبل وحرية وانطلاق على شيء من الشعور بكرامة مكبوتة ووقار مكذوم حتى لقد بدأ يكلم الأمير بلهجة فيها شيء من التنازل والتواضع كاللهجة التي يصطنعها أولئك الذين يخالط انطلاقهم الحر شعور بإساءة ألحقت بهم ظلمان وكان يتحدث بنبرة لطيفة ودود على شيء من المرارة في صوته قال بوقار وهو يومئ بيده إلى المائدة إليك المجلة التي أخذتها منك في ذلك اليوم شكرا آه نعم هل قرأت تلك المقالة يا جنرال كيف وجدتها ما رأيك فيها شيقة هي هي كذلك قال الأمير مسرعا إلى انتهاز هذه الفرصة للتحدث في موضوع كهذا الموضوع لا يتير النفس ولا يهز العاطفة فأجاب الجنرال بقوله قد تكون المقالة شيقة لكنها كتبت كتابة ردئة وهي باطلة حتما حتى لا يمكن أن يقال إنها محشوة بالأكاذيب كان الجنرال يتكلم بلهجة فيها سلطة وفيها شيء من بطء مقصود قال الأمير نعم هي قصة سادجة جدا إن كاتبها جندي قديم شهد الاحتلال الفرنسيين لموسكو وإقامتهم بها فروى أمورا شيقة ثم إن مذكرات شهود العيان ثمينة دائما مهما تكون شخصية الكاتب أليس كذلك؟ لو كنت في مكان رئيس التحرير لما نشرت هذا الكلام أما عن مذكرات العيان بوجه عام فإن الناس أميل إلى تصديق كاذب متبجح لكنه مشوق مسل منهم إلى تصديق رجل له قيمة ومزايا إنني أعرف مذكرات عن عام 1812 هي يا أمير لقد عزمت أمري واتخذت قراري إنني مغادر هذا المنزل منزل السيد لبيديف قال الجنرال ذلك وألقى على الأمير نظرة مهيبة فانبر الأمير يقول على غير هدى وهو لا يعرف بماذا يجيب إن لك مسكنك في بافلوفيسك عند عند ابنتك وتذكر في تلك اللحظة أن الجنرال إنما كان جاء ليستشيره في أمر يتوقف عليه مصيره قال الجنرال بل عند زوجتي أي في بيتي وبيت ابنتي مع ذرا إنني إنني مغادر منزل لبيديف يا عزيزي الأمير لأنني قطعت علاقاتي بهذا الرجل قطعتها في مساء أمس آسفا على أنني لم أفعل ذلك قبل هذا الوقت إنني أطلب الاحترام يا أمير وأرغب في الاحترام حتى من الأشخاص الذين أهب لهم قلبي إن صح التعبير يا أمير إنني كثيرا ما أهب قلبي فأخدع في جميع الأحيان تقريبا إن هذا الرجل لم يكن جديرا بصداقتي فقال الأمير بتحفظ إنه يتصف بشيء من الفوضى فعلا وإن له كذلك بعض الخصال التي ولكن له قلبا رقيقا كما أن له فكرا ماكرا وهو خفيف الظل أحيانا إن هذه التعابير المنطقات المختارة التي استعملها الأمير وتلك اللهجة التي تدل منه على تقدير وتوقير قد أرضت غرور الجنرال رغم أن ومضات من ريب ما تزال تلتمع في عينيه ولكن نبرة الأمير كان فيها من الانطلاق الطبيعي الواضح ما لم يبقى معه مجال للشك قال الجنرال مستأنفا كلامه أما أن له مزايا أيضا فلقد كنت أول من اعترف بذلك حين أوشكت أن أهب صداقتي لهذا الإنسان ذلك أنني في غير حاجة لا إلى بيته ولا إلى ضيافته لأن لأسرتي أنا أيضا لست أحاول أن أبرئ نفسي من عيوبي أنا امرء مفرط لا يعرف الاعتدال ولقد شربت معه خمرا فيا ليتني لم أرتكب ذلك الخطأ ولكن الخمرة لم تكن الشيء الوحيد الذي ربطني به وشدني إليه اغفر فجاجة اللغة عند إنسان مقروح القلب يا أمير وإنما أغرطني به تلك المزايا نفسها التي أشرت إليها غير أن لكل شيء حدا حتى المزايا فحين تبلغ به الجرأة حد الإدعاء فجأة بأنه سنة 1812 أيام طفولته قد فقد ساقه اليسرى ودفنها في مقبرة فجان كوفو بموسكو فإن كلامه هذا يتجاوز الحدود ويدل على استهتار ويبرهن على وقاحة لعل ذلك لم يكن منه إلا مزاحا أو حكاية يهدف منها إلى الإضحاك أنا أفهم هذا إن حكاية بريئة يخترعها صاحبها للإضحاك حتى ولو كانت فضة غليظة لا تجرح قلب الإنسان حتى لقد يرى المرء أناسا يكذبون عن شعور بالصداقة إن صح التعبير وذلك ليسر محدثيهم ولكن إذا اجتمل ذلك على قلة احترام وإذا كان المقصود من قلة الاحترام هذه أن يقال لك بالتلميح إن صداقتك أصبحت ثقيلة على الصدر فليس يبقى لرجل نبيل في مثل هذه الحالة إلا أن يشيح بوجهه وأن يقطع جميع العلاقات وأن يرد الشخص الذي صدرت منه الإساءة المهينة إلى مكانه بوقفه عند حدوده وكان الجنرال قد احمر وهو يتكلم فقال الأمير ثم إن لبيديف لا يمكن أن يكون قد وجد بموسكو سنة 1812 فهو أصغر سناً من أن يكون ذلك صحيحاً دعواً مضحكاً ذلك من جهة أولى ولكن هب أنه كان في ذلك الزمان قد ولد منذ مدة فكيف يستطيع أن يزعم لك؟ جهاراً أن جندياً فرنسياً من جنود المدفعية قد صوب إليه مدفعه فقطع بقنبلة إحدى ساقه ليتسلى بذلك فما كان منه إلا أن التقط ساقه المقطوعة فنقلها إلى بيته ثم دفنها في مقبرة فجانكوفو وهو يقول فوق ذلك إنه بنى لها ضريحاً كتب على أحد جانبيه ما يلي هنا ترقد ساق الموظف لبيديف وكتب على الجانب الآخر استرح أيها الرفات الغالي إلى أن يطلع الصباح المشرق الوضاء ويقول أخيراً إنه يقيم قدساً على روح ساقه وهذا وحده تجديف ويسافر إلى موسكو لهذه الغاية كل عام وهو يدعوني تأييداً لكلامه ودعماً لدعواه أصيح إلى موسكو ليريني الضريح وليريني في الكراملين ذلك المدفع الفرنسي نفسه الذي أخذ من العدو مؤكداً أنه المدفع الحادي عشر بعد الباب وأنه مدفع صغير من طراز عريق قال الأمير وهو ينفجر ضاحكاً وما يزال مع ذلك بساقين واضحتين أؤكد لك أنها مزحة بريئة فلا تغضب منها ولكن اسمح لي أن يكون لي أنا أيضاً رأي فلأن يظهر أن له ساقين اثنتين فهذا لا يقطع بأن قصته لا يمكن أن تطابق الواقع فهو يؤكد أن له ساقاً صناعية من عندي تشيرنوس فيتوف صحيح يظهر أن في إمكان المرء أن يرقص بساقين من عندي تشيرنوس فيتوف أعرف هذا لأن تشيرنوس فيتوف حين اخترع ساقه الصناعية قد هرع يرينها على الفور ولكن هذا الاختراع أحدث كثيراً من ذلك التاريخ ثم إن ليبيديف يؤكد أن زوجته المرحومة لم تعرف في يوم من الأيام أثناء زواجها أن له ساقاً من خشب وقد أوضحت له جميع ما تشتمل عليه قصته هذه من وجوه الاستحالة والسخف فأجابني بقوله إذا ادعيت أنك كنت وصيف نابوليون سنة 1812 فاسمح لي أنا أيضاً بأن أكون قد دفنت ساقي في مقبرتي فجان كوفو قال الأمير وقد وقف متحيراً كيف؟ هل أنت؟ فظهر الإضطراب على الجنرال أيضاً لكنه سرعان ما سيطر على نفسه ونظر إلى الأمير بتعالي يخالطه شيء من سخر وقال له بصوت قاطع أكمل فكرتك يا أمير أكملها إنني متسامح قل كل شيء إنه لا يبدو لك أمراً مضحكاً أن ترى أمامك إنساناً سقط إلى هذا الحضيض من الذل والعقم وأن تعلم أن هذا الإنسان كان هو نفسه شاهداً على أحداث كبرى ألم يعمد هو إلى الوشاية بي والنميمة علي لديك حتى الآن؟ لا لم يقل لي لبيديف شيئاً إذا كان لبيديف هو من تقصد هم كنت أظن غير هذا والحق أن حادثنا قد بدأ بالكلام على تلك على تلك المقالة الغريبة التي ظهرت في مجلة الأرشيف لقد أشرت أنا إلى بطلان تلك المقالة لأنني شهدت بنفسي الأحداث التي ترويها أرى أنك تبتسم وتتفرص فيي يا أمير هاي لا أبداً إنني تابع الجنرال حديثه بلهجة بطيئة جدا إنني أبدو صغير السن ولكنني أكبر سناً مما أبدو في سنة 1812 كنت في العاشرة أو الحادية عشر من عمري أنا لا أعرف سني على وجه الدقة لقد صغره في سجل الخدمة وارتضيت أنا لنفسي عن ضعف مني أن أنقس منه سنوات أؤكد لك يا جنرال أنني لا أرى أي تغرابة في أن تكون قد وجدت بموسكو سنة 1812 وطبيعي أن تكون لك ذكريات تستطيع أن ترويها كسائر أولئك الذين وجدوا في ذلك العهد إن أحد الذين سجلوا في ذكريات حياتهم قد افتتح كتابه بذكر أنه كان سنة 1812 طفلاً رضيعاً وأن الجنود الفرنسيين أطعموه خبزاً بموسكو قال الجنرال متنازلاً متسامحاً ها أنت ذا ترى يا أمير أن قصتي وإن لم تكن استثناءاً فهي تخرج عن نطاق المألوف مع ذلك إنه لا يحدث كثيراً أن تبدو الحقيقة بعيدة عن الواقع صعبة التصديق وصف الإمبراطور ذلك يلوح غريباً كل الغرابة طبعاً غير أن حادثاً خارقاً يقع لطفل في العاشرة من عمره ربما كان يفسره أنه إنما كان طفلاً ما كان لهذا الحادث أن يقع لي في الخامسة عشر من عمري وذلك لسبب بسيط هو أنني في الخامسة عشر من عمري ما كان لي أن أهرب من منزلنا الخشبي في شارعي باسمانايا القديمة يوم دخول نابوليون إلى موسكو ما كان لي أن أتمرد على سلطة أمي التي فاجأها دخول الفرنسيين فكانت ترتعي دخوفاً فلو كنت في الخامسة عشر من عمري لشاركتها رعبها أما في العاشرة فقد كنت لا أخشى شيئاً فتسللت بين الجمهور حتى بلغت درجات مدخل القصر لحظة كان نابوليون ينزل عن حصانه قال الأمير يؤيد كلامه خجلاً فعلاً لقد أصبت حين لاحظت أن سن العاشرة هي السن التي يكون فيها المرء أشد ما يكون جرأة وتهوراً وكان يعدب الأمير أن يتصور أنه سيحمر وجهه قال الجنرال طبعاً ولقد جرى كل شيء على نحو بسيط طبيعي لا يوجد مثله إلا في الحياة الواقعية فلو كتب هذه القصة روائي لخرجت من بين يديه تراهات باطلة وأمور لا يصدق العقل أنها يمكن أن تطابق الواقع هتف الأمير يقول حقاً لقد خطفت هذه الفكرة انتباهي أنا أيضاً ومنذ مدة قصيرة إنني أعرف قضية واقعية عن جريمة قتل كانت دافع إليها صارقة ساعة وقد تحدثت الجرائد عن هذه الجريمة منذ أن وقعت فلو أن روائياً تخيل هذه الجريمة لنظر الناس الذين يعرفون حياة الشعب ويصيحون قائلين مع النقاد هذا لا يمكن أن يكون واقعاً ولكنك حين تقرأ حكاية هذا الحادث في الجرائد تحس أنه واحد من تلك الحوادث التي تعلمك حقائق الحياة الروسية وختم الأمير كلامه قائلاً بحرارة وقد صره أنه لم يظهر عليه إحمرار الوجه إنك قد أجدت ملاحظة هذه الظاهرة يا جنرال فهتف الجنرال يقول وقد سقطت عيناه صروراً أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا طفل هذا صبي لا يشعر بالخطر يتسلل خلال الجمهور ليرى بهاء الكوكب وسناء البزات العسكرية وليرى الرجل العظيم الذي طالما سمع الناس يتحدثون عنه ذلك أن العالم كان قد أصبح منذ عدة سنين لا يتكلم إلا عن نابوليون لقد ملأ اسمه الدنيا وشغل الناس حتى لا يمكنني أن أقول إنني رضعت اسمه مع حليب أمي ويمر نابوليون على بعد خطوتين مني فإذا ببصره يقع علي مصادفة كنت أرتدي ثياب طفل من أبناء النبلاء كان أهلي يكسونني بأجمل الملابس وكنت بين ذلك الحجد الكبير الشخص الوحيد الذي يرتدي ثيابا من هذا المستوى فتصور أنت نفسك ما عسى يكون أثر ذلك في نفسه لا شك أن ذلك خطف بصره وبرهن له على أن الناس لم ينفضوا جميعا حتى إن أفرادا من النبلاء قد لبتوا في موسكو مع أولادهم كانت هذه هي فكرته أن يجتدب إليه النبلاء فحين حضق إلي بنظرته التي تشبه نظرة النسر فلابد أنه رأى جوابا يصطع في عيني قال هذا صبي يقض من أبوك بالفرنسية فأجبته فورا بصوت يكاد يخنقه الانفعال جنرال قضى في ساحة الشرف مدافعا عن وطنه قال ابن نبيل نبيل وشجاع فوق ذلك أحب النبلاء هل تحبني يا صغير؟ بالفرنسية كان السؤال سريعا ولكن جوابي لم يكن أقل سرعة فإنني لم ألبت أن قلت له إن قلب الروسي يقدر أن يعرف الرجل العظيم ولو كان عدو وطنه الحق أنني لا أتذكر هل كان جوابي بهذه الكلمات حرفا حرفا لقد كنت طفلا ولكن لا شك أن هذا كان هو المعنى الذي عبرت عنه أقوالي أخذ نابوليون وفكر لحظة ثم قال لرجال حاشيته أحب كبرياء هذا الفتاة ولكن إذا كان تفكير جميع الروسي هو هذا التفكير فإن ولم يكمل جملته ودخل القصر وأسرعت أختلط بحاشيته وأركض وراءه فكان الرجال الموكبي يفسحون لي طريقا منذ ذلك الوقت لأنهم أصبحوا يعدونني أثيرا عنده محببا إلى قلبه حدث هذا كله في طرفة عين ولكنني أتذكر أن الإمبراطور حين بلغ القاعة الأولى توقف فجأة أمام صورة الإمبراطورة كاترين فتأملها مليا شارد الذهن حالم الهيئة وهتف يقول أخيرا كانت امرأة عظيمة ثم مضى في طريقه ما أن انقض يوما إلا كان كل من في القصر وفي الكريملان يعرفونني وكانوا يلقبونني النبيل الصغير بالفرنسية وكنت لا أرجع إلى البيت إلا لقضاء الليل وكاد أهلي أن يجنوا من ذلك وغدا تغد ما توصف نابوليون البارون بازانكور مرحقا من المشاق التي عاناها أثناء الحملة فتذكرني نابوليون فجاءوا يبحثون عني ويأخذونني دون أي شرح أو تفسير ألبسوني بزة المتوفة الذي كان فتى في الثانية عشر من العمر وأدخلوني على الإمبراطور مرتديا تلك البزة فأومأ برأسه فأبلغوني عندئذ أنني فزت برفضي الإمبراطور عن تسميتي وصيفا لصاحب الجلالة شعرت بسعادة لأنني كنت أحس منذ زمن طويل بعاطفة قوية نحوه ثم لا شك أنك تقدر ما في البزة اللامعة من قوة الإغراء للتفل أصبحت أرتدي فراكا أخضرا قاتم الخضرة تزينه أزرار مذهبة مع ذيول ضيقة طويلة وأكمام ذات حواش حمراء وكانت تطريزات الذهب تغطي الحواف والأكمام والياقة وكانت الياقة عالية مستقيمة مفتوحة أما السروال فملتصق بالجسم أبيض اللون مصنوع من جلد الشامو وفوق السروال صديرة من حرير أبيض والجوربان من حرير أيضا وللحذائيني عري وأزرار فإذا قام الإمبراطور بنزهة على الحصان وكنت أنا في حاشيته ألبست حذائيني لهما صاقان عاليان على طريقة الفرسان ورغم أن الحالة لم تكن حسنة ورغم أن كوارثا ضخمة كانت متوقعة فقد كانت قواعد الآداب تراعى مراعاة صارمة في حدود الإمكان حتى لقد كانت الضقة في مراعاتها على قدر قوة الإحساس بأن الكوارث قريبا تمتم الأمير يقول بلهجة تكاد تكون يائسة نعم طبعا لا شك أن مذكراتك سيكون لها شأن أغلب الظن أن الجنرال كان يردد على مسامع الأمير ما قاله أمس صاحبه لبيديف كانت أقواله تسيل غزيرة لكنه في تلك اللحظة ألقى على الأمير نظرة جديدة فيها ارتياب ثم استأنف كلامه يقول بمزيد من الكبرياء مذكراتي تكلمني عن تدوين مذكراتي إن هذا لم يغرني يا أمير أو قل إن شئت إنها مدونة منذ الآن ولكنني أخفيها مقفلا عليها بالمفتاح فلتنشر بعد أن يغطي التراب عيني ولسوف تترجم عندئذ إلى عدة لغات حتما لا لقيمتها الأدبية طبعا بل لخطورة الأحداث الضخمة التي كنت شاهد عيان لها رغم أنني طفل بل نستطيع أن نقول أكثر من ذلك إن صغار سني هو الذي أتى حليئا أنفذ إلى أخفى خفايا ما يجري في غرفة الرجل العظيم كنت في الليل أسمع أنات ذلك العملاقي في الشقع لم يكن تم تسبب يدعوه إلى إخفاء أناته ودموعه عن طفل رغم أنني قد أدركت أن سبب عذابه وصمت الإمبراطور أليكساندر قال الأمير خجلا صحيح لقد كتب إليه رسائل ليعرض عليه الصلح الواقع أننا لا نعرف ماذا تضمنت رسائله من عرض ولكنه كان يكتم كل يوم في كل ساعة رسالة تلو الرسالة كان مضطربا اضطرابا رهيبا وكنا وحيدين في ذات ليلة من الليالي فأسرعت إليه مخضل العينين بالدموع آه كم كنت أحبه وقلت له صارخا أطلب المغفرة من الإمبراطور أليكساندر أطلب عفوه كان يجب علي طبعا أن أقول إعقد صلحا مع الإمبراطور أليكساندر لكنني طفل فكنت أعبر عن تفكيري كله بسداجة أجابني وهو إذرع الغرفة طولا وعاردا آه يا بني آه يا بني أنا مستعد لأن أن ألثم قدمي الإمبراطور أليكساندر لكأنه نسي أنني لا أبلغ من العمر إلا عشرة أعوام حتى لقد كان يجد لذة في محادثتي ولكنني في مقابل ذلك قد نذرت كرها ومقتن أبديا لملك بروسيا وإمبراطور النمسا وعلى كل حال أنت لا تفهم من أمور السياسة شيئا لكأنه تذكر فجأة أنه يخاطب طفلان فصمت ولكن عينيه ظلت ترسلاني شررا خلال مدة طويلة فتصور الآن تصور أنني أدون هذه الوقائع كلها أن الذي شهدت أضخم الأحداث وأنشرها وتصور عندئذ أنواع النقد وصنوف الغرور الأدبي وألوان الحسد وروح التحيز لا لا أشكرك جزيل الشكر أجاب الأمير برقة ولطف بعد لحظة تفكير فيما يتعلق بروح التحيز فإنك على حق تماما وأنا أؤيد قولك كل التأكيد مع ذلك أنني قرأت في الآوينة الأخيرة كتاب تشاراس عن معركة واترلو إن الكتاب جد لا ريب والاختصاصيون يقطعون بأن كاتبه مطلع اطلاعا واسعا ولكنك تلاحظ في كل صفحة من صفحاته تلذدا يخفض قيمة نابوليون حتى لك أن المؤلف كان يمكن أن يصره أعدم الصرور أن ينكر على نابوليون أي ظل لموهبة حتى في المعارك الأخرى فلا شك أن هذا التحيز لا يليق بكتاب جد إلى هذا الحد على هل كان وقتك كله مشغولا بالعمل قرب الإمبراطور طار الجنرال فرحان إن ملاحظة الأمير قد بددت بما فيه من رصانة وبساطة آخر ما كان يصاوره من شكوك تشاراس؟ آه أنا أيضا أثار استيائي حتى لقد كتبت إليه عندئذ ولكنني لا أتذكر الآن على وجه الدقة أتسألني هل كان عملي يستغرق كل وقتي؟ لا سميت وصيفا للإمبراطور لكنني منذ ذلك الحين لم أخذ الأمر مأخذ الجد ثم إن نابوليون لم يلبت أن فقد كل أمل في تقارب بينه وبين الروس وكان لابد له والحالة هذه أن ينساني لأنه لم يجتذبني إليه في الأصل إلا لأغراض سياسية هذا إذا لم يكن قد تعلق بي تعلقا عاطفيا شخصيا مع ذلك الآن أقول هذا صراحة أما أنا فإن القلب هو الذي كان يدفعني إليه ولم أكن أطالب بعمل كل ما هناك أنني كان علي أن أجيء إلى القصر من حين إلى حين وأن أصحب الإمبراطور في نزهاته على الحصع ذلك كل شيء كنت أجيد ركوب الخيل وقد اعتاد أن يخرج إلى النزهة قبل العشاء وكانت حاشيته تتألف من دافو والمملك وست رستان وأنا أضاف الأمير على غير شعور منه تقريبا وكونستان أيضا فقال الجنرال لا لم يكن كونستان من الحاشية كان قد ذهب يحمل رسالة إلى الإمبراطورة جوزيفين فحل محله ضابط من ضباط الحرس وبضعة فرسان بولنديين تلك كانت حاشيته كلها بالإضافة طبعا إلى الجنرالات والمارشالات الذين كان نابوليون يستحبهم لدراسة الأرض وتوزيع الجيوش والاستشارتهم وإذا صدقت ذاكرة الآن فإن دافو هو الذي يصحبه أكثر من أي شخص آخر كان دافو ضخم الجسم بدينا وكان هذه الطبع بارد الأعصاب وكان يضع على عينيه نظارتين وكانت له نظرة غريبة فمع دافو إنما كان الجنرال يحب أن يتشاور أكثر مما كان يحب أن يتشاور مع أي شخص آخر كان يحترم آراءه أذكر أنهما في ظرف من الظروف ظل يبحثان معا خلال عدة أيام متتالية كان دافو يأتي صباحا ومساءا وكانت تجري بينهما مناقشات كثيرة وأخيرا بدأ أن نابوليون أصبح على أهبتي أن يسلم كان في المكتب معا وكنت أنا ثالثهما ولكنهما كان لا ينتبهان إلي ووقع بصر نابوليون علي مصادفة على حين فجأة فانعكست في عينيه فكرة غريبة فقال يسألني بغتتان ما رأيك أيها الصبي؟ أإذا اعتنقت الديانة الأرثوذكسية وحررت أقنانكم أإذا اعتنقت الديانة الأرثوذكسية وحررت أقنانكم يتبعني الروس؟ فهتفت أقول له لن يتبعوك في يوم من الأيام شدها نابوليون من جوابي قال في وميض الوطنية الذي التمع في عيني هذا الصبي قرأت الآن رأي الشعب الروسي كله كفى يا دافو ما هذا كله إلا خيال أرني مشروعك الآخر قال الأمير مهتما اهتماما قويا لكن ذلك المشروع الذي عدل عنه يشتمل على فكرة عظيمة هل تعتقد أن ذلك المشروع كان من صنع دافو اتفق عليه في أقل تقدير لا شك أن الفكرة جاءت من نابوليون إنها فكرة نسر ولكن المشروع الثاني كان يشتمل أيضا على فكرة إنه مشروع مجلس الأسد المشهور كما سمى نابوليون ذلك المشروع فيما بعد وهو أن يعتصم بالكريملين مع الجيش كله وأن يقيم فيه أبنية من خشب ومتاريسا قوية وأن تتخندق فيه سريات مدفعية وأن يدبح أكبر عدد من الخيول ليصنع من لحومها قديدا ثم أن يغتصب من السكان جميع من لديهم من غلال ليستطيع الصمود حتى الربيع فإذا طلع الربيع حاول أن يشق طريقا بين الروس ولقد فتنا نابوليون بهذه الخطة فكنا نقوم كل يوم بجوالات على صهوة الخيل حول الكريملين فيشير نابوليون إلى الأماكن التي يجب فيها الهدم وإلى المواضع التي ينبغي فيها البناء وإلى حيث يجب وضع نظارة أو إلى حيث يجب تعزيز تحصين أو إلى حيث يجب إقامة أبراج ما كان أسرع خاطره وأثبت بصره وأحزم قراره وسوى أخيرا كل شيء وكان دافو يلمح على أن يصدر إليه الأمر الحاسم النهائي وعاد يجتمعان في خلوة لا يشاركهما فيها ثالث غيري وعاد نابوليون يدرع الغرفة جيئة وذهابا عقدا ذراعيه على صدره فكنت لا أستطيع أن أحول عيني عن وجهه وكان قلبي يخفق خفقانا قويا قال دافو أنا ماضي أباشر العمل فسأله نابوليون إلى أين فأجاب دافو آمر بتلميح القديد فارتجف نابوليون كان المصير يتقرر سألني نابوليون فجأة ما رأيك في خطتنا يا فتى طبيعي أنه وجه إلي هذا السؤال كما يعمد عقل عظيم في آخر لحظة إلى استعمال طريقة اليناصيب فبدلا من أن أجيب نابوليون التفتت نحو دافو وقلت له بما يشبه الوحي أو الإلهام سافروا إلى بلادكم بسرعة يا جنرال تهدم المشروع هز دافو كتفيه وخرج مدمدما أمر عجيب أصبح يؤمن بالخرافات وفي الغدات صدر الأمر بالانسحاب قال الأمير بصوت خافت جدا هذا كله شائق جدا إذا كانت الأمور قد جرت هنا على هذا النحو ثم أسرع يقول مصحصحا بقوة بل قل أقصد كان الجنرال قد بلغ من النشوة بالقصة التي رواها أنه أصبح لا يستطيع أن يحجم عن التورط في أي تهور وها هو دا يهتف قائلا آه يا أمير إنك تقول إذا كانت الأمور قد جرت هنا على هذا النحو ولكنني أقسم لك صادقا لا حانثا أن ما قصصته عليك هو أقل من الواقع أقل من الواقع أقل كثيرا من الواقع إن كل ما رويته لك لا يتصل إلا بأمور سياسية يسيرة الشأن غير أنني أكرر أنني قد شهدت الدموع التي يسكبها في الليل ذلك الرجل العظيم وسمعت الآن تخرج من صدره في جوف الظلام ما من أحد يستطيع أن يروي ما أروي وأن يصف ما أصف صحيح أنه أصبح في نهاية الأمر لا يبكي فقد نضبت دموعه وأصبح لا يزيد على أن يئن من حين إلى حين وكان وجهه يزداد عبوسا وجهامة وكفهرارا وتقطيبا لكأن الأبدية قد مدت جناحها عليه منذ ذلك الحين وكنا في بعض الأحيان نقضي في الليل ساعات بكاملها وحيدين صامتين بينما المملوك رستع يغط بالغرفة المجاورة في نوم عميق ألا ما كان أعمق نوم ذلك الرجل وكان نابوليون يقول إذا تحدث عنه لكنه في مقابل ذلك مخلص لي وفي لعرشي وفي يوم من الأيام كنت مثقل القلب فرأى الأمير دموعا في عيني فنظر إلي بحنان وقال متعجبا تشاركني أحزاني لعلك الولد الوحيد الذي يشاطرني ألمي عدا ابني ملك روما أما الآخرون فإنهم جميعا يكرهونني حتى إخوتي سيكونون أول من يخونونني أمام أعدائي فأخذت أبكي ناشجا وهارعت إليه فأصبح لا يستطيع كضم ما في نفسه فتعانقنا وامتزجت دموعنا قلت له باكيا اكتب رسالة إلى الإمبراطورة جوزيفين فارتعش نابوليون وفكر لحظة ثم قال يجيبني لقد ذكرتني بالقلب الثالث الذي يحبني شكرا يا صديقي وكتب على الفور رسالة إلى جوزيفين حملها كونستان في الغداد قال الأمير أحسنت جدا فإنك في وسط الأفكار السيئة التي كانت تغزوه وتحاصر نفسه قد أيقضت في قلبه عاطفة جميلة نبيلة هتف الجنرال يقول متحمسا تماما ما أحسن تعبيرك عن هذا وأنت تستسلم لاندفاعات قلبك والأمر الغريب أن دموعا قد انبجست من عينيه حقا حينداك وتابع كلامه يقول نعم يا أمير كانت لذلك المشهد عظمته هل تعلم أنني أوشكت أن أصحبه إلى باريس ولو فعلت ذلك لا تبعته حتما إلى منفاه في الجزيرة المدارية ولكن مصيرنا كان مفترقين وأسفا فانفصلنا فأما هو فرحل إلى تلك الجزيرة المدارية التي لعله تذكر فيها أثناء لحظة من لحظات حزن قاص وألم ممض دموع ذلك الفتى المسكين الذي عانقه وسامحه بموسكو وأما أنا فأرسلت إلى مدرسة الضباط الفتيان حيث لم أجد إلا نظاما قاصيا ورفاقا غلاضا وأسفا وانهار كل شيء بعد ذلك لقد قال لي نابوليون في يوم الانسحاب لا أريد أن أنتزعك من أمك لأصطحبك لكنني أتمنى أن أفعل شيئا لك وكان قد امتطى صهوة جواده فقلت له خجلانا أكتب لي كلمة في ألبوم أخسي للذكرى ذلك أنه كان مظلم الوجه شديد الإضطراب فعاد أدراجه وطلب مني قلما وتناول الألبوم وقال يسألني ممسكا بالقلم كم عمر أختك؟ فأجبته ثلاث سنين فقال هي إذن بنت صغيرة وكتب على الألبوم إياك والكذب صديقك المخلص نابوليون أرأيت يا أمير نصيحة كهذه النصيحة في لحظة كتلك اللحظة ما رأيك؟ قال الأمير نعم لهذا دلالته البلغة وقد وضعنا تلك الورقة في الألبوم وراء الزجاج في إيطار واحتفظت بها أختي طوال حياتها في صالونها معلقة إياها في أكرم مكان من منزلها وماتت أختي أثناء ولادة فمنذ ذلك الحين لا أدري ماذا حل بتلك الورقة ولا أين صارت يا الساعة الآن هي الثانية لقد احتجزتك مدة طويلة يا أمير ذلك أمر لا يختفر تمتمى الأمير يقول بالعكس لقد أسرت لبي وإن لما رويته لقيمة كبيرة فأنا ممتن أشد الإمتنان مرة أخرى شد الجنرال على يد الأمير شدا قويا إلى حد الإيلام وحدق إليه بعينين صاطعتين ووجه إنسان ثاب إلى نفسه فجأة وومضت في رأسه فكرة مباغتة وقال يا أمير إنك تبلغ من طيبة القلب وبساطة العقل أنني أشفق عليك في بعض الأحيان إنني أتأملك بعاطفة وحنان أسأل الله أن يباركك إنني أتمنى لك أن تبدأ حياتك أخيرا وأن تزدهر في الحب أما حياتي فقد انتهت آه مغفرة مغفرة وأسرع يخرج مخفيا وجهه في يديه لم يستطع الأمير أن يشك في صدق إنفعال الجنرال وقد أدرك أيضا أن الشيخ انصرف منتشيا بما حقق من نجاح ولكنه كان يحس إحساسا غامضا بأنه إزاء واحد من أولئك المتشدقين الذين يبلغوا من تلذذهم بكذبهم أنهم ينسون أنفسهم ولكنهم يظلون مع ذلك في أشد حالات نشوتهم يشعرون شعورا بأن الناس لا يصدقونهم ولا يمكن أن يصدقوهم لقد كان الشيخ وهو في مثل تلك الحالة النفسية يمكن أن يعود إلى نفسه وأن يتوب إلى رشده بعد تلك النوبة من نوبات الكذب الذي لا حياء فيه فيشعر بأنه قد أهين إذ هو تصور أن الأمير أحس نحوه بشفقة شديدة لذلك تسأل الأمير قلقا ألم أرتكب خطأا حين تركت له أن يتحمس ذلك التحمص وأن يندفع ذلك الاندفاع وما هي إلا لحظة حتى انطلق الأمير يضحك على حين فجأة ضحكا استمر عشر دقائق وأوشك بعد ذلك أن يلوم نفسه على ذلك المرح الشديد والضحك القوي لكنه عدل عن رأيه وأدرك أن ما ينبغي له أن يؤاخذ نفسه على شيء ما دام أنه يحمل للجنرال ذلك العطف كله وتلك الشفقة كلها وقد صدقت تنبؤاته ففي ذلك المساء تلقى من الجنرال بطاقة غريبة هي رسالة مقتضبة لكنها جازمة فيها يعلن له الجنرال أنه يقطع صلته به إلى الأبد فهو ما يزال يضمر له الاعتبار والشكر ولكنه يرفض من جهته أن يقبل تلك الشفقة التي تقتل كرامة إنسان عانى حتى الآن من صنوف الخطوب وأنواع المحن ما يكفي حين علم الأمير أن الجنرال أصبح يعيش معتكفا عند نينا أليكساندروفنا زال قلقه عليه ولكن الجنرال كما أسلفنا ماذا يثير جرسة عند إليزابيت بروكوفيفنا إننا لا نستطيع أن نروي هنا تفاصيل ما وقع وحسبنا أن نشير بكلمتين إلى موضوع الحديث الذي جرى بينهما إن إليزابيت بروكوفيفنا بعد أن روعتها ثرثارات الجنرال التي تشبه أن تكون هذيانا قد استبد بها استياء قوي حين سمعته يبذي آراء شديدة المرارة في حق الجعنيا فلم يكن منها إلا أن أمرت بإخراجه من البيت مطروضا مجللا بالعار لذلك قضى الليلة كله والصباح مهتاجا اهتياجا بلغ من الشدة أنه فقد كل سيطرة على نفسه فإذا هو يندفع في الشارع أخيرا كأنما أصابه جنون كان كوليا لا يدرك ما يجري إلا بعد الإدراك وكان لا يزال يأمل أن يؤثر في أبيه فيجعله يخجل قال له هاي؟ أين سنتطوف الآن؟ ما رأيك يا جنرال؟ ألا تريد أن تذهب إلى الأمير؟ لقد حدث شقاق بينك وبين البيديف وليس معك مال وأنا لا يكون معي مال أبدا وها نحن في وسط الشارع نخبط خبطا عشواء قال الجنرال مدمدما لأن يكون المرء مع نساء خير من أن يخبط هنا وهناك خبطا عشواء لقد كفلت لي هذه القافية نجاحا قويا في نادي الضباط سنة 1844 نعم سنة 1844 أصبحت لا أتذكر على وجه الدقة آه إنني لا أتذكر لا أتذكر لا تحدثني في هذا الأمر أين شبابي؟ أين شبابي؟ أين نظارتي؟ كيف كان يهتف؟ من الذي كان يهتف بهذا يا كوليا؟ نعم هذه كلمات مستمدة من كتاب جوجول وهو النفوس الميتة يا أبتي بهذا أجاب كوليا وهو يرمق أباه بنظرة سريعة قلقة قال الجنرال النفوس الميتة؟ آه نعم الميتة حين ستدفنونني أكتب على قبري هنا ترقض نفس ميتة العار يلاحقني في كل مكان من قال هذا يا كوليا؟ لا أعرف يا أبتاه باروشكا روبي عجوف كذلك صاح يقول الجنرال بلهجة حانقة وهو يقف في وسط الشارع وتابع كلامه قائلا إن ابني ابني نفسه هو الذي يكذبني هذا التكذيب يا روبي عجوف الذي ظل لي أخا حقا خلال 11 شهرا والذي من أجله خضت تلك المبارزة لقد قال له رئيسنا الأمير في جوريتسكي ذات يوم بينما كنا نشرب اسمع أنت يا جيريتشا وددت لو أعرف من أين حصلت على صليبك صليب القديسة آنا فأجابه قائلا من ساحات معارك وطني إنما حصلت عليه وهتفت أنا أقول مرحا يا جيريتشا فكان ذلك سبب مبارزة ثم تزوج ماريا بيتروفنا سوتوجين وقتل بعد ذلك في ميدان القتال لقد وتبت رصاصة عن الصليب الذي كنت أحمله على صدري واتبت إلى جبينه فقتلته وهتفق هائلا قبل أن يموت لن أنسى أبدا ثم سقط ميتا إنني قد خدمت خدمت وطني بشرف يا كوليا خدمت وطني بنبل وإخلاص ولكن العار يطارضني في كل مكان ستأتياني أنت وأمك إلى قبري نين المسكينة كذلك كنت أسميها في الماضي يا كوليا منذ زمن طويل في الآوينة الأولى وكان ذلك يصرها نينا نينا ماذا صنعت بحياتك؟ كيف يمكن أن تحبيني؟ أيتها النفس الصعبرة المذعنة إنني أملك لها نفس ملاكي يا كوليا إن أمك لها نفس ملاكي يا كوليا هل تسمعني؟ إن لها نفس ملاك أعرف هذا يا بابا حبيبي بابا فلنعود إلى البيت إلى ماما لقد أرادت أن تركض وراءنا لماذا تتردد؟ كأنك لا تدرك كفى يا بابا لماذا تبكي؟ وكان كوليا نفسه يبكي ويلتم يدي أبيه قال له أبو أتلتم يدي أنا؟ نعم يدك أنت يدك أنت في هذا ما يدهش؟ كفى كفى ما بالك تبكي في وسط الشارع أنت الجنرال أنت المقاتل أنت رجل الحرب تعال بارك الله فيك يا بني الصغير لأنك ما تزال تحترم أباك الشيخ الصاقط رغم العار رغم العار الذي يجلله أسأل الله أن يجعل لك ولدا مثلك مالكو روما آه ألا فل تحل لعنة الله على هذا المنزل صاح كوليا مندفعا يقول ولكن ماذا جرى؟ ماذا حدث؟ لماذا أصبحت لا تريد أن تعود إلى البيت؟ هل فقد استعقلك؟ سوف أشرح لك سوف أشرح لك سوف أقول لك كل شيء لا تصرخ وإلا سمعنا الناس مالكو روما أوه إنني أحس بالإشمئزاز والحزن أين قبرك؟ يا من أرضعتني من؟ قائل هذا يا كوليا لا أعرف من ذا الذي أمكن أن يقول هذا الكلام فلنذهب فورا إلى البيت فورا أقطعنا جانيا إربا إربا إذا لزم الأمر ولكن إلى أين تمطي أيضا؟ كان الجنرال يجره نحو درجات مدخل منزل مجاور إلى أين تذهب؟ ليس هذا البيت هو بيتنا كان الجنرال قد جلس على درجات المدخل جاذبا إليه كوليا من يده ودمدم يقول له إنحني علي إنحني علي سأقول لك كل شيء سأشرح لك عاري مل علي أصغي بسمعك إلي سأقول لك ذلك في أذنيك صاح كوليا يقول مرتاعا ولكنه يصيخ بسمعه مع ذلك ماذا أصابك؟ ما الذي حل بك؟ قال الجنرال مدمدما وهو يرتجف ارتجافا شديدا ملك روما؟ ما هذا الذي تقول؟ ماذا دهاك؟ حتى أخذت تتحدث عن ملك روما طوال الوقت ما معنى هذا؟ عاد الجنرال يتمتم قائلا وهو يتشبت بكتف صغيره مزيدا من التشبث أريد أن أقول لك كل شيء ماريا ماريا بيتروفنا سو 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 تخلص كوليا من عناقه وأمسكه من كتفه ونظر إليه مشدوها كان العجوز قد احمر وجهه احمرارا شديدا وزرقت شفتاه وأخذت تلم بوجهه تشنجات خفيفة وتهاوى فجأة متهالكا على ذراعي كوليا برفق فأعول كوليا صارخا في اتجاه الشارع سكتة قلبية لقد أدرك الواقع أخيرا لقد أدرك الواقع أخيرا شكرا على متابعتكم وإذا كان يعجبكم هذا المحتوى ألمرجو الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك وإلى الفصل القادم